وتحقق الحلم المصري بأن تتحول مصر إلى مركزاً إقليمياً للطاقة وتصبح مصر سوق للغاز يجمع المستهلكين والمستوردين والمنتجين ودول المرور في مكان واحد اليوم تم التوقيع على تحويل منتدى غاز المتوسط إلى منظمة حكومية إقليمية للطاقة والغاز وهذه المنظمة مثلها مثل منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول أو منظمة أوابك أصبحت منظمة إقليمية بدأت بالتوقيع اليوم بحضور ست دول هذه الدول خمس منها متشاطئة على البحر المتوسط ودولة من خارج هذه الدول المتشاطئة إذن إجمال الدول التي وقعت اليوم سبعة النهاردة كان يوم بيمثل إنجاز وبيمثل إنتاج وبيمثل تحقيق هدف طال انتظاره على مدار أكثر من 18 شهر كان هناك لجان بتعقد واجتماعات واتفاقات وتحديد مسؤوليات وهذا المنتدى خرج من رحم هذه العلاقات القوية الوطيدة في التجمع الشمالي الذي أطلقت اسمه تجمع الشمالي اللي هو مصر وقبرص واليونان والتعاون اللي صار بين هذه الدول فيما يخص حقول الغاز والبحث عن الغاز في المتوسط وترسيم الحدود فيما بينهم كانت النواة هي هذا التعاون وفكرة مصر وعندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي هدفا استراتيجيا أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الطاقة الكهربائية الطاقة من البترول الطاقة من الغاز الطاقة النووية كل أنواع الطاقة هي مصر ستصبح مركز أو في طريقها لن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة من مصر تخرج ومن مصر تتحول هذه الطاقة وهذه المجهودات لكي تنير ما حولها سواء في الشرق في الدول العربية في الشرق غزة فلسطين الأردن العراق وتتحرك وتنتقل إلى الشمال ومن مصر أيضا إلى ملطا إلى قبرص إلى اليونان إلى أوروبا ومن مصر إلى السودان إلى جنوب السودان إلى باقي الدول الأفريقية ومن مصر إلى ليبيا إلى تونس إلى الدول الشمال الأفريقي الهدف أن تتحول مصر إلى منارة حقيقية تنير ما حولها بمجهودات المصريين خلال ست سنوات تحولت فيها مصر من بلد مظلمة بلد لا تجد طاقة كهربائية لإنارة البيوت والمنازل إلى دولة تصدر وتفيض على من حولها من الطاقة المنتجة بأياد وعقول مصرية